هل بالفعل إيقافوا هذه الحرب بيد واشنطن وموسكو وأن أوكرانيا ليس لها علاقة بالأمر فقط هي ساحة للمعركة؟ في الوقت الراهن أن نقول الناتو والغرب ملتزمة بدعم أوكرانيا وأن هناك بالفعل بعض التفاوضات ولكن لابد من وصولها إلى اتفاق حاسم في هذا الأمر منها الهدن ووقف إطلاق النار وكان هناك فوز آخر للحال الروسي نقول هذه بعض السيناريات الحياة والحروب التي استمرت في سنوات وسنوات التي تستنزف الجانبين وكانت هناك تنازلات كبيرة لابد أن ننظر إلى هذا بعين الاعتبار وباتفاقية بايدن وغيرها أن أوكرانيا تتوقف عن الحرب وأن لا تنضم إلى الناتو ولكن من ناحية أخرى روسيا تستحوز وتستولي على الأراضي الأوكرانية ولكن على الناتو ونقول تدعم أوكرانيا في حربها التي استمرت إلى شهور أشكرك على الإجابة سيد مارك لكني ما زلت متمسك بسؤالي هل بالفعل من بيده إيقاف هذه الحرب في العالم فقط هما واشنطن وموسكو يس مستر مارك تسمعوني سيد مارك حسنا بالنسبة لي الولايات المتحدة لا تتعامل للوصول إلى اتفاق أو المشاركة في الأوكرانيين ونقول لابد أنه عنصر مهم جدا في المشاركة لأنهم هي العنصر الذي يكافح ويقول أن الولايات المتحدة ودورها أيضا مع الدول الأوروبية أن نقول أن الحرب سوف يستمر في هذه البلاد هل واشنطن بيدها يا سيد مارك قرار إيقاف هذه الحرب لا نقول أن الولايات المتحدة مستتزمة بدعم أوكرانيا للوصول إلى تقدم بما فيها استمر سيطرة أوكرانيا على كافة أراضيها التي أخذتها روسيا وأن تسترجع روسيا من الأراضي التي احتلت عليها وتسلمها للسلطة الأوكرانية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر